29 أكتوبر وذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية عام 1954 بعد حدث المنشاية وعتقد أنه ده ما كانش الحل الأولاني يمكن كان فيه قبل حل لهذه الجماعة الإرهابية تقريبا فيه 48 وكمان في 2013 ده كان يمكن الحل التالت لهذه الجماعة الإرهابية نتحدث لضيفنا دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عن شمس عن كل هذه التفاصيل مساء الخير على حضرتك مساء الخير يا فنة نتكلم على حل لجماعة الإخوان الإرهابية في 29 أكتوبر ويمكن كنا نتحدث قبل الفاصل أنه ده مش الحل الأولاني ده يمكن كان الحل التالي تمام الحل الأول كان فيه 8 ديسمبر 1948 وعلى أثر هذا الحل تم اغتيال رئيس الوزراء الإقراشي هو الحل التاني 29 أكتوبر 1954 بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيه المنشاية والحل التالت والأخير اللي هو 23 ديسمبر 2013 وكثير من المؤرخين بيركزوا على 1948 باعتبارها السنة اللي شهدت كثير من الأعمال الإرهابية للجماعة لكن الحقيقة عايزة أقول سلسلة كانت من الاغتيالات آه يعني حادث السيارة الجيب واغتيال القاضي الخازندار ونشاطات إرهابية في مختلف محافظات الجمهورية خلينا أقول لحضرتك أن الأمر أبعد من ذلك بكثير يعني الجماعة نفسها بدأت كجماعة إرهابية ومرضو إحنا يعني دايما نقول إنه الجماعة بدأت دعوية 1928 ولما انتقلت إلى العمل السياسي مارست الإرهاب الحقيقة ده مش مظبوط هو قبل انتقالها للعمل السياسي هي ولدت جماعة إرهابية ولدت جماعة بترفض الدولة المدنية وولدت في مواجهة القوى السياسية المدنية الأخرى وعشان كده يمكن أنا ممكن أرجع لجريدة النزير ونلاقي فيه حتى أبو حسن البنة نفسه بيشير إلى إنه المجتمع أصبح مجتمع منحرف والشباب منحرف وبيدعو شباب الجماعة للنزول إلى الشارع وتقويم الشباب ده هو بيستخدم تعبير جرعوهم العلاج طب يعني المصطلح هنا مصطلح فيه عنف يعني يتجرع العلاج بالقوة اللي ما ينفعش معه العلاج بترو والبتر هنا معناه عنف ومعناه إرهاب فالجماعة الحقيقة بدأت كجماعة إرهابية يمكن لما نزلت العمل السياسي كمان لم تسلم منها أي قوة سياسية مدنية كانت عدوة لدودة لحزب الوفد وكانت عدوة لدودة لجماعة مصر الفتاة ولكل القوة السياسية المدنية لأن أفكارها مخالفة للأفكار اللي طرحتها هذه الجماعة وهي جماعة هو ما فيش انتماء لدولة هو الانتماء للجماعة الإرهابية فبالتأكيد مش هيكون في أي اتفاق مع أي أحزاب أو أي قوة سياسية تخدم الدولة كل القوة السياسية يعني العاملة قبل 1952 يعني تعرضت للإزاء والعنف والقتل من هذه الجماعة ويعني مذكرات حتى الإخوان أنفسهم بتشير لأنهم كانوا بينزلوا إلى المقاهي وبيمرس العنف على اللي سموهم أعداءهم وكفروهم مبكرا يعني فإذن إحنا عندنا جماعة ولدت إرهابية لغاية ما قامت ثورة 23 يوليو وهنا الوضع الحقيقة يستحق أن احنا نتوقف هي فشلت أن تلعب دورا مهما قبل 52 ومثلها مثل بقية القوى السياسية واختائزا راهنت على الجيش أنه لن يخلص مصر من الاستعمار البريطاني ولن يخلص مصر من الملك إلا الدباط الوطنيين في الجيش المصري ولذلك تغلغلت هي يعني تسللت داخل الجيش المصري ونجحت وهنا كاريزمة حسن البنة اللي لازم نقول أنه كان عنده شخصية جذابة وبيستخدم الدين بزكاء لتجنيد الدباط والجنود ودباط الصف نجحت في هذا التغلغل لكن عبد الناصر حذر الدباط الأحرار أن هما يبتعدوا عن هذه الجماعة والتحذير ده على فكرة مبكرا يعني عكس كل اللي بيقول أنه هو انتمى للجماعة نحن كنا في الأول وأنا واحد من الناس نتيجة لي قدرة الإخوان على تزييف التاريخ أنا من الناس اللي قاله عبد الناصر كان منضم وحلف على المصحف والسيب ده فرسالة المجلسية لكن لما دققت الأمور أكتر في الدكتوراه وبدأت أبحث الحقيقة أنه كان بيحاول أنه يعرف أفكار هذه المركزيين والمصر الفتاة أو الحزب الاشتراكي وكذلك الإخوان جماعة الإخوان نرجع لي طبعاً هما شاطرين جداً فيما يتعلق بجمع التبرعات واستثمار أموالهم وجمع الاشتراكات وزنهم السياسي والاقتصادي قبل هذا الحل لو نتكلم على قبل 54 كان وزن قوي وكانت هي أقوى جماعة سياسية تمتلك المال وتمتلك السلاح وتمتلك أيضاً تنظيم سري وله علاقات متشعبة ليس فقط بل تمتلك أيضاً علاقات مع كثير من دول العالم سواء في أوروبا أو في أمريكا كان يوم فرع إلى ألمانيا في دول أسيا فكانت هي ليه وزنة لكن هي رأت أنه تعتمد على الضباط الوطنيين ومعدما الضباط الوطنيين ينجحوا في ثورة 23 يوليو تبدأ هنا محاولتهم إذا جاءت استخدام هذا التعبير ركوب ثورة 23 يوليو لكن لما هيستعصى عليهم وعبد الناصر هيفضحهم ويقول أن هذه الثورة ثورة لضباط وطنيين ليست لهم أي تعلقة بجامعة الإخوان لأنهم بالصعيد زي ما هو قال للصحفين ماشيين في البلد توتني فير بيتكلموا يقولوا الثورة دي ثورتنا لكن عبد الناصر قال لول ما لناش علاقة بهم خالص وقال بعد كده هو هيلعب معهم مناورات سياسية ما بين 52 لغاية 29 أكتوبر اللي هو لحظة الاغتيال هيبقى فيه مناورات سياسية بينهم وبينه يعني هما لما يجي عبد الناصر يصدر قانون تحديد الملكية هيرفضوا ويقولوا لا عايزين تحديد الملكية بـ 500 فدان مش 300 فدان للأسرة بس لما يجي عبد الناصر يشكل الوزارة العسكرية الأولى هيقولوا في الأول هنشترك بعدين هنسعبوا بعدين لما عبد الناصر يختار الشيخ حسن البقوري يكادوا من هما يفتكوا به حسن البقوري اللي هو عضو الجماعة عضو مكتب الإرشاد مش بس كده يعني هو بيقول في مذكراته سائر تحت العمامة ان هما يعني كانوا بيزغدوه ويضربوه لغاية ما قالوا له في النهاية لست منا ولسنا منك ده دي محطة من محطات الصدامة الخفيفة لكن الأوضاع السياسية من 52 إلى 54 كانت بتستدعي لأنه هما الإخوان مش لوحدهم في الساحة ده كان فيه أحزاب سياسية عبد الناصر هيلجأ إلى حلها كان فيه منظمات مركزية فعبد الناصر أبقى صدامه النهائي مع الجماعة إلى النهاية ولذلك لما نيجي نحلل ليه عبد الناصر عشان كده كانت الناس بتوصف بداية علاقته بالإخوان إنها بداية هدئة ما تنتهيش بمحاولات اختياله بما حدث بينه بيسموه الهدوء الحذر يعني هو هدوء حذر وهو طبعا كان له تكتيكاته وتخطيطه ضد الجماعة فلما راح زر قبر حسن البنة مثلا ده هنا تكتيك يعني هو بس بيهدي بيبعد الجماعة وبحيدها لأنه كان فيه مسألة خطيرة جدا يعني هم نجحهم في أنه هم يقلبوا اللواء محمد نجيب ضد مجلس خات الثورة ويلعبوا دور خطير جدا فيه أزمة بارس 54 الأزمة الأولى في فبراير 54 هم اللي أخرجوا هذه المظاهرات العنيفة جدا ضد الثورة وعبد الناصر تأكد أنه هم اللي وراء هذه المظاهرات وأنه هم أقوى قوة مضادة لثورة 23 يولي بمجرد ما بينجع عبد الناصر في أنه يتخلص من أزمة مارس وهنا على فكرة يعني أنا قابلت الإخوان وقابلت اللواء نجيب وسألت اللي اتنين هو هم ما ما فيش جنبك ليه يا سيادة اللواء في الجولة التانية قال لي اكتشفوا أن أنا راجل كبير وعبد الناصر نجح في تحياته لما سألتهم هم صالح بالرقايق وعمر التلميساني وصلاح شهادي وغيرهم من القيادات الكبيرة بتاع الإخوان وقتازم قالوا لي اكتشفنا أن اللواء نجيب راجل كبير وراهنا على جمال عبد الناصر لكن عبد الناصر حيدهم عشان ينتصر في أزمة مارس 54 ويعتمد على الذين انحازت لهم الثورة وبعد ذلك أصبح هو والجماعة في الشارع السياسي وحدهم وهنا على فكرة يعني أنا قلت الكلام ده قبل كده مرة أنه لما كنت بقرأ مذكرات حسن العشماوي أحد شباب الإخوان في هذه الفترة كان نبضات قلبي بتزيد لأنه كان كل سطر في استعداد لغتيا الجمال عبد الناصر كل سطر تقريب في مذكرات حسن العشماوي وغيره بقى أحمد عاد الكمال وغيره كان بيشير لأنه لابدا من القضاء وعلى فكرة هنا لما عمل عبد الناصر اتفاقية الجلاء لم يتورح حسن النظيم من أنه يصفه بأنه كافر علماني كافر وسبه بشتائم لا طريق من الذي يدعي أنه مرشد لجماعة دينية وذا بيبين لنا أنه كان صراع حقيقي صراع سياسي حقيقي إلى أن تم إطلاق الرصاصات الكمانية في حدث المنشية في 26 يوليو 1954 إرهاب الخمسينيات والقواسم المشتركة وما بين إرهاب الخمسينيات وإرهاب الجماعة اليوم هو 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 يمكن أنا يعني نسيت أجيب معايا نص بيان الحل الأول وأنا بدعو الناس أنها تقرأ البيان الحل الأول لوكيل الداخلية عبد الرحمن العمار رهيب شيء رهيب أنك تقري وتقرني بين اللي عملوه مع جمال عبد الناصر وحتى بعد ما خرجهم من السجن 1960 يعني هو خرجهم من السجون 1960 مش بس كده وسمح أنهم يرجعوا وظائفهم وسمح أنهم يخضوا مرتابهم بأثر راجعي من ستين لخمسة وستين كان سيد قطب بيدبر وهو في السجن للأزمة التانية اللي هي أزمة 1965 وحضرتك تقري مذكراتهم هم محاولة لاغتيال عبد الناصر في القطار محاولة إسكندرية محاولة لاغتياله في إسكندرية محاولة لاغتياله في شارع الخليفة المأمون وهو راجع بيته جماعة دموية بكل ما تحملوا هذه الكلمة من معنى البيان الحل الأول لما اتقرني ببيان الحل بتاع جمال عبد الناصر لما اتقرني ببيان الحل بتاع 2013 ممكن الإنسان يندهش جدا وهو هتختلف الأماكن بس يعني إذا كانوا بيرموا الأولاد من فوق السطوح من مبنى معين أو من مدرسة من فوق سطوح مدرسة معينة هم بيرموا برضي الأولاد من فوق أسطوح مدارس في محافظة المنوفية أو البحيرة أو غيرها العنفذة والتخطيط للاغتيال والاتهام المباشر بالعلمانية وبالكفر ده جاهز عند قادة هذه الجامعة صحيح خلينا دلوقتي نروح لأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة مساء الخير على حضرتك يا فندم وكيف ترى الجماعة ما بين الحضر والماضي يمكن كنا لسا بنتحدث مع دكتور جمال عن هذا التمويل ما بين الحضر والماضي تصرفات هذه الجماعة الإرهابية محاولة ومحاولات بائسة للوجود داخل المجتمع المصري نعم بكل التأكيد طبعا بيان الحل أو حل جماعة الإخوان المسلمين هي اتحلت مرتين 48 و56 بعد حدث المنشية في 54 فاحنا بنتكلم عن جماعة مرت بنفس الظروف ومصر مرت بنفس الظروف المشابهة مع جماعة الإخوان المسلمين تقريبا هي نفس الأمور نفس التصرفات جماعة الإخوان لم تستوع بالدرس لا درس التاريخ ولا درس التجربة السياسية اللي هي عملتها لا هي بنفس العوامل ونفس الأدوات ونفس الطريقة هي بعينها يعني احنا ممكن نقول هي منسوخة بنفس الطريقة يعني إذا كان بس الإمورش التغير حسن الهضيبي دلوقتي بمحمد بديع أو إبراهيم مونير دلوقتي قام بالأعمال لكن هي نفس التصرفات أنه هو يحاول يتواصل مع الإنجليز يعمل اتفاهية للجناء منفصلة عن الدولة يحاول يتواصل مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية يحاول أنه هو يغتال رئيس الدولة يحاول أنه هو يعمل عمليات رهاب وعنف وجناح مسلح يحاول برضو يشوف صورة الدولة بالإشعاعات وبالتزوير والتقليل من حجم الإنجازات نفس الطريقة اللي هم بيعملوها دلوقتي تماما هي بعينها بس مع فرق التشبيه نحن بنتكلم عن أدوات حاليا هي أدوات أكثر تكنولوجيا وإلكترونية وسوشيال وليجان الإلكترونية وزباب إلكتروني بيستخدم بطريقة حرفية وناس بتتقادى بقى ألاف الدولارات ودي دا سمعنا احنا من كم يوم دا سمعنا واحد في يوم لو طريق أسهم دا لو كان موزع في قناة الشر وبيتكلم على إن في تسريب خطير جدا بتكلم على إنهم كانوا متصورين إن هم كانوا بيعملوا حاجة سورية اكتشف إن هو دا كله ضد الدولة المصرية وإن فيه واحد إنجليزي مجهول الهوية هو اللي بيحركهم وكان بيجتمع بيهم ويرموا التليفونات بعيد على بعد 3-4 كيلو ويعودوا في اجتماع مغلق في إحدى الجنائن بعيدة عن الناس وياخدوا قرات كلها ضد مصر وإن هذا الرجل ييده طيلة وكلهم كانوا مرتبكين منه وإن هذه الأموال كلها فيه ناس عمل بيزنس كبير جدا واستثمارات ضخمة من وراء هذه القنوات والدعاية الإخوانية المريضة والبغيضة ضد الدولة المصرية فنفس الأدوات هي بعينها وقرار الحل تقريبا واحد لكن المرة دي يعني ممكن نقدر نقول إن فيه شبه إجماع من الدول العربية ومن الشعوب العربية على حل جماعة الإخوان المسلمين السعودية خدت هذا القرار والإمارات والبحرين ومصر وتونس ودول كثيرة جدا وحتى في أوروبا الآن بدأ فيه تضييق على الشعارات الإخوانية ده بعكس يمكن زمان لما كانت الإخوان المسلمين وجدت لها بعض الدول المناصرة والتي سهلت نشر أفكارها في العالم العرب طبيعة العلاقة ما بين الجماعة وما بين الأطراف الخارجية اللي بتعادي دولة 30 يونيو وقتها كتا عملت ازاي؟ طبعا هذه الطبيعة ما هي؟ هي بصج هي جماعة وظيفية هي طولت عمرها جماعة وظيفية يعني لما نقرأ في مذكرات قادة الإخوان المسلمين مثلا وهنلاقي ازاي هما كانوا تلقوا أول تمويل من الاحتلال الإنجليزي وبعدين علاقتهم بكل القوى السياسية هو بيتعامل مع الجميع ويبقى ضد الجميع في جهة الوقت يعني يتعامل مع الوافد وتأمر ضد الوافد يتعامل مع الملك فاروق ويقول لك الهضي بزيارة كريمة الملك كريم ويعمله طوابير احتفالا بقدوم الملك من بريطانيا ويقول له بالصور ومن كتبهم هما وفي الآخر يقول لك نحن نضالنا ضد الملك وإحنا اللي عملنا صورة يوليو بعد كده يقول لك عملنا صورة يوليو وتأمره ضد الضباط الأحرار يقول لك إحنا مع عبد الناصر عبد الناصر كان من الإخوان وفي الأخر يحاول يقتلوه في 54 يتحدثوا عنهم الجماعة ضد العنف المسلح وفي جهة الوقت يعمل لك سلسلة من العنف والاختيالات المتتالية وكان هيفجر قائلا خيري على الناس وعلى المواطنين صحيح فنفس الكلام دلوقتي اللي هو بيعملوه بالكربون صحيح نشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ ماهر فالغاري الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة نعود لدكتور جمال وتعقيم حضرتك على حديثة تمام لا خلاف إحنا متفقين وواضح أنه قري من مذاكرات الجماعة لكن عايز بس أوضح حاجة مهمة أن هما تسألوا أحد أعضاء الجماعة اسمه أحمد رفعت سأل حسن البنة مبكرة 1933 قالوا ليه إحنا بنجمع أسلحة إنت قلتنا حنحارب اليهود في فلسطين وبنجمع الأسلحة وبنتضرب في المؤطم وما عملناش حاجة إنت قلتنا حننزل نحارب السافرات وندرب السيدات السافرات وما عملناش حاجة وإحنا بنجمع ليه الأسلحة وبنتضرب ليه حدث صدام مبكر قوي سنة 1933 الأمر الثاني عدم الانتباء للبلد دي مسألة في منطقة الخطورة يعني حضرتك لما نرجع ليه ويمكن ده إحنا شهدناه يعني بعد 2013 ومن سنة واحدة حكم أعتقد أن المجتمع المصري والبناء المصري لفض هذه الجماعة الإرهابية بشكل كبير وعلى فكرة دي تجربة يعني ربنا عمل تجربة عملي آه عملي لأن كتير قوي مننا كان يقول دول بتوعه ربنا فانكشف وحققته منكشف تعايز أقول لحضرتك أنه يعني كمية العنف والتخطيط للدم في الحادثة التانية مثلا اللي هو اللقاء التاني بتاع 65 اللي تم انقبض فيه على ساعة قطبه ورفاقه رهيب أنت بتدمر بلد يعني وهو حتى وهو بصق إلى المشناء كان بيقول لو كانت القناة الخيرية دمرت كان الوضع يختلف صحيح فكمية يعني اغتيال جمال عبد الناصر في 65 التخطيط له اغتيال مشاريع عبد الحكيم عامل اغتيال كل نواب رئيس الجمهور اغتيال كل أعضاء مجلس قاتل ثورة وإحنا مش قرينا ده واسمعنا ده وإحنا عشنا لكن اللي شفناه من بعد من قبل ثورة يوليو الحياة كم مختلفة إنه لو ما ننجحتوش مرسي صحيح حتتدمر الإرهاب في سيناء يعني إذا عاد رئيسهم إلى الحكم ينتهي الإرهاب في سيناء شفنا ومحطات الميته ومحطات البنزين ومحطات البنزين والدم والتهديد بالدم والعنف أنا مرة أجي مع حضرتك وأقارن بين القضايا اللي نشرها في البيانة الأول عبد الرحمن عمار وكيل الخارجية وبين البنزين الثاني والثالث شوفي كام قضية تسببت في حل الجماعة سنة 1948 كام قضية يعني قضايا صغيرة أو يسيبك من القضايا الكبيرة اللي احنا عرفينها كلنا لكن قضية اعتداء أفراد جماعة الإخوان المسلمين على تلميذ مدرسة كذا في محافظة المنوفية قضية قتل قضية استخدام الملوتوف صحيح وكأنه طبعا في الحادثة بتاع جامعة القاهرة مع عبد الناصر من فوق أسطح كلية العلوم هناك من فوق أسطح مدارس كذا والتاريخ بيعيد نفسه دكتور جمال ويمكن زي ما كنا بنقول بعد عام واحد من حكمهم أدرك الشعب المصري الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الهربية احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عايزين حلقة كبيرة بكل تأكيد إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عن شمس شرفتنا النهاردة في التساعة شكرا جزيلا كده مشاهدينا خلصت مع حضرتكم حلقتنا النهاردة من التساعة دايما نشوفكم على ألف خير